الالتزام بالمواعيد في الغرب يقولون الوقت من ذهب وفي الشرق يقولون الوقت هو الحياة والحياة اغلى من الذهب لكن للأسف في الغرب يعرفون قيمة الوقت لانهم يتمسكون بالذهب بينما اهل المشرق يهدرون الاوقات والاعمار بما لا فائدة منه ولا نفع من ورائه للأسف ولذلك اثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه اسماعيل عليه السلام فقال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعدي وكان رسول النبي صادق الوعدي يعني ماذا يعني عندما يعطيك وعد يلتسم ما يتأخر ضياء الوقات للأسف اهوى على فكرة من عدم الالتزام بالمواعيد يعني ضياء وقتك انت حر بينك وبين نفسك هذا ضياء على وقت امر شخصي وكل انسان حر فيما يقضي به وقته لكن عدم احترام المواعيد ليس فقط لك انت وانما له ارتباط بالاخرين و الكثير من الناس اوقاتهم مزدحمة وربما يحدد احدهم لك موعدا وهو مشغول قبل الموعد وبعد الموقد لكن بعض الناس ما يقدرون هذا مرة واحد يأتيني يقول له يا اخي تأخرت عليه يقول لي العجلة من الشيطان يا سلام العجلة من الشيطان والتأني هو المطلوب بينما الالتزام بالموعد هو المطلوب عجيب ان المسلمين اليوم لا يقيمون لهذا الموضوع كبير اهتمام اعتبرونا من نوافل القول مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا اخلاف الموعد هو من صفات المنافقين قال عليه الصلاة والسلام في صفات المنافق واذا وعد اخلف قال الحافظ السخاوي واحد من كبار علماء الاحناف يقول هذا الامر بس عشان نفهم الحديث صح هذا الامر محمول على من وعد وهو عازم على التخلف وعازم على ترك الوفاء من غير عذر اما من عزم على الوفاء ومنعه عذر لم يكن منافقا لان بعض الناس افور ان هذا منافق تأخر عن موعد منافق لا ليست هكذا ومن العجب انك ترى بعض الملتزمين اليوم بالدين يذهبون متأخرين عن الموعد ربما ساعة واكثر وعندما تسأل لماذا هذا التأخر فيعتذرهم بعذر غريب جدا يقول كل الذين واعدهم لا يلتزمون بالموعد فانا احاول ان اخفف الوقت اللي انا انتظرهم به حتى يحضروا اذا احفظوا هذا المبدأ سلوكنا ينعكس على الاخرين اذا الكل حوالينا رآنا ملتزمين بالموعد في تعامل معنا على الاقل سيلتزموا الموعد وقد جربت هذا كثيرا في التدريب وفي غيره عندما التزم بالموعد يلتزم الناس بالموعد اذا من ابجديات الاخلاقية لصاحب الطموح اصحاب الطموح العالي انهم يحترموا الوقت ويحترموا المواعيد طبعا في الطوارئ الامر طبعا يجب ان يعني يقدر ويراعة خاصة لما يكون اللي تأخر معروف بانه يحترم الموعد بشكل عام لكن اذا عنده فرصة عندها عليهم ان يبادروا بالاتصال والاعتذار وتوضيح سبب التأخر ويحدد موعد اخر فحتى عند الطوارئ نحترم الناس فهذا جزء من مهارات وقيم العطاء